سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم وحبيبكم ايهاب الصرفان دي من قناة ايهاب تيفي اربع ثيمات لوز اللوز هيجبوكم ان شاء الله باذن الله وكتبولي في التعليقات وين احلى واحد لناش مقدمات كتير هنشوفه وبعما تشوفه متقيمه وقولولو وين احلى واحد فيهم او احلى اثنين او احلى ثلاثة او احلى اربعة لا تنسى الدعم بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة يا حبيب عشان يصلك كل جديد وخلينا نروح للفيديو العجيب تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة الى مواكبة ايهاب تيفي تقربك اكثر فكن على قرب مننا نبدأ على بركة الله اول حاجة قبل ما نعمل اي حاجة بالنسبة للموضوع الثيمات منيجي على الاعدادات ونيجي على الاعدادات الاضافية ونيجي على المنطقة ونخليها الهند هذا اول اشي تختار الهند تكتبها الهند بتيجي كلين بتختارها عشان تلاقي كل الثيمات اللي بدك ايها ونيجي على الثيم الاول واسمه بزنس فينيل هاي زي ما انتو شايفين هاي اسمه علشان انتو برضو ما تهوش وهي شكله ونعمل له تعيين وهينا عملنا له تعيين ونعمل عملية خروج طبعا فيه انامياشين بيعطينا هانع وهذا شكله الشكل اللي هو الشاشة الرئيسية وهي مركز التحكم هاي عنا البلوتوس وهي عنا ضوء الفلاش هذا بصير لونه طبعا هيك انه شغال وهي كل مركز التحكم زي ما انتو شايفينه ومركز الاشعارات وعننا اللوك سكرين طلع معي اللوك سكرين طلع ما حلها طلع عنا هان هاده لونها مثلا هاي لونها هاده ما اختاره بدنا نختار لونها زي هيك وتقدر تختارها زي هيك بتقدر الان بتعمل اللي هو هاي هاي ايش صارت بتدور هيك بتسكرها هيك بتشغلها اللي بتعمل لك هانا حركة وبتعمل هانا كبان حركة واضاءة ايش الحركة والاضاءة خليني نشوف هيك لما تيجي الان تمام صار في عندك حركة وصار عندك في اللي هو اضاءة هنا في بتاك تشيل هادي تنقر هنا نقرب تنشال هنا في عندنا نفتحها هيك ونعمل عملية اغلاها هي في حركة وفي ايش اضاءة بتقدر طبعا هاده الحركة توقفها تقف وهاده الحركة بتقدر توقفها والاضاءة بتقدر توقفها ايضا وتغير اللون مثلا هاي اللون التاني وتعمل عملية حركة نفس الاشي وهو حاجة حلوة كتير كتير وهذا الثيم الصحيح يعني حاجة رائقة وبعدين بيعطيك زي ما انت شايف اللون الاسود يعني هيخفض من الضوء فيخفض من استهلاك الطاقة. لو جينا هنا على الاعدادات وجينا على حول الهاتف زي ما انتم شايفين شايفين كيف الشكل عنا في حول الهاتف وهي رقم اتناش وهذا اللي هو الشكل اللي موجود عنا بالشكل هذا بيجي اللي هو بعد حول الهاتف. والثيم رقم اتنين انجري بيردس سبيس. هذا الثيم بذكركم في اللعبة. الانجري بيردس. طيب نعمله تعيين. هيا عملنا له تعيين. ونعمل عملية اللي هو الخروج منه. ولو لاحظنا هاي مركز التحكم. مركز التحكم اصبح هاي بالشكل هذا. واتغير هنا في عنا دوائر. وهنا كل هذه عبارة عن اللي هو دوائر. نيجي هنا لا اللي هو الايقونات. الايقونات اصبحت كالتالي. كل ايقونا عبارة عن طائر. يعني صار عندك طائر طائر طائر. وهذه اللي هو الايقونات. شكلها زي ما انتم شايفين. حاجة يعني حلوة. تمام. وحاجة نعمل التغيير. دائما التغيير بيعمل لك الواحد نشاط حيوية اكتر. شايفين كيف انتم كمان بتتحرك. وفي عنا هنا حاجات كمان انا مش شايف فهنا في فراولة ولا ايش. المهم يعني حاجات اللي هو حاجات يعني لوز لوز. هيك حاجة حلوة. لو عملنا لوكو سكرين. هاي لوكو سكرين تابعه. شايفين ما احلا. حاجة رائعة جدا مع الوان مع هيك اشكال. وطيور هيك تفرح القلب. لو جينا على الاعدادات. وجينا على حاول الهاتف. ملاحظين انه في عندنا الخلفية هنا. الباكجراون الموجودة لنا. موجود دايلر. يعني هاده حاجة كويسة انه موجود كمان الخلفية. وهو كمان وضعه وضع داكن. وهي عندنا اللي هو الكلام اللي موجود بالشكل هذا في الجهاز بعد اللي هو الاعدادات. لو طلعنا هنا على شاشة القفل. لو ضغطنا هنا بيفتح لك كاميرا. لو ضغطنا هنا بيفتح الجهاز. في المكان اللي هاني الموجود الطائر هذا. والطائر هذا. نجي للثيم رقم تلاتة اسمه كول مورفينج ميش. نعمل له تعيين. ونعمل خروج. ونشوف هذا الشكل اللي عنا المختلف عما رأينا سابقا. الان نطلع على الايقونات كل الايقونات كيف شكلها. الشكلها اشي جديد. واشي يعني اول مرة نشوفه. يعني حاجة. حاجة تغييره حلوة. وكمان الوان مركز التحكم اصبح كذلك. اللي هو هاي مركز التحكم الموجود معنا. هيك طبعا التلقائي. وهذه الايقونات كلها لو ادنا نجي نشغل ضغط الفلاش نشغل اي حاجة بتغير هانا اللون هاي البلوتوس. اسود وهنا اللون المعتاد عليه. اللون الكشاف. الجينا هنا كمان للاعدادات. ونيجا على حول الهاتف. هيعطينا الخلفية كمان نفس الاشي. الخلفية موجودة نفس الاشي. نفس الثيم اللي قبله. اعطاني اللي هو خلفية. نيجي هنا نعمل عملية اغلاق. وشاشة القفل. طلع كيف تعمل لك شاشة القفل اللي بتعطيك اللي هو كأنه انت قاعد بتصنع صاروخ. وهي الساعة. وهنا نيجي للمكان هذا اللي هو انا بقول لك اه واحد ثلاثين في المية اللي هو الطاقة البطارية. وهنا بقول لك بتضغط هيك بيقول لك حط تاريخ ميلادك كمان بتقدر تحط كمان تاريخ ميلادك. ايو اليوم والسنة والشهر. في عنا هنا خيار حلو كتير كتير لو ضغطنا عليه هيك عملنا سحب نازل هيك. في عنا هنا خيار اللي هو دارك هيك دارك وهيك خيار جيستيك هيو. هنا في عنا الشارج طلع اش طلع الظاهر عندك. حاجة هنا طلع كيف الاضافة كانوا الجهاز بيشحن. واللايف هذه الحمار اللي هنا بتقدر هنا يعني حاجة رائعة جدا بتقدر تمحي هيك. وبظله موجود هادي بتقدر تتحكم فيها. هنا حطينا الجهاز في الشاحن زي ما انتم شايفين شايفين كيف الحركة. حاجة رائعة جدا في عملية الشحن. كله شايف كيف انت كي بتصير لما تحط الجهاز في الشاحن. هادي طبعا اللوك سكرين. وهي لما انت يجي تفتح كمان اللوك سكرين. وعننا الثيم الرابع والاخير وهو هالو او اس. هذا الثيم زي ما انتم شايفين انا ماشي عندنا في شاشة اللي هو الشاشة الرئيسية. لو جينا نقرنا هنا ونقرة ثاني ونقرة تارتي في هنا اعدادات حاجات بتتغير الساعة والشغلات الأخرى. لو جينا لمركز التحكم. هي مركز التحكم مختلف تماما. هذا هو مركز التحكم مختلف اللي هو الثيمات السابقة. وهذا اللي هو ممكن تخليه او ما تخليه اوتوماتيك. وفي عنا هنا لو جينا على الاعدادات حول الهاتف الامور كلها انا كمان مختلفة. تمام? وهنا كمان مختلفة. شايف ما احلاها كيف? وعنا كمان لو اجينا لشاشة القفل. طبعا في انا مش نشوفته. شاشة القفل هي زي ما قلنا. لكن انا مختلفة. طلع معنا. هنا في عنا اللي هو هادي اللي هو اول واحدة. اول ايقونة. خلينا نقول اول ايقونة هاي. هاد اول ايقونة بيقول لك اللي هو اكمال لو جيت نقرت هنا. نقرت هنا هذه للساعة هان زي ما تشايفين كيف. تمام. اللي الحاجة التانية اللي هو في عنا خلفيات. هنا ثابتها هي خلفية. كما احلاها. بدون هنا. هي خلفية بانميشن. خلفية بدون انميشن. حوالي ثلاثة خلفيات موجودان. والحاجة كمان انه كمان حاجة تالتة. وهنا الحاجة التالتة اللي هو صف افقي. هنا طبعا بفتح الشاشة وهنا في عنا صف افقي بش ساعة بعطيك. انا يعني لو جيت هيكة ممكن تعمله قفل اللي هو وهيك ما فيه. هيكة تماما هي هيكة الساعة عندك امامك. وممكن تكون معك صارت كمان زي هيك. وهنا الخيار الموجود هادا لعملية الشحن خلينا نشوفه هادا الشو بالزبط. هاي اول ايش هاي الانيميشن في الشحن. نيجي هننغير. هيو هيكة. تمام. وهي بلوز. نشوف الانيميشن البعدية هي واحد وهي اثنين. وهذا الشكل يعني عندك اشكال في عملية الشحن وهذا الشيء رائع. وانيميشن حلو كتير كتير بخصوص عملية الشحن. ان شاء الله يكونوا الثيمة اعجبوك وكتبوه في التعليقات وين احلى ثيم فيهم. لا تنسى الدعم بالاعجاب والاشتراك وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد يا حبيب. وتكون من نقريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام.